كما طالب المتحدث رسمي الوزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنزل والابتعاد عن التجمعات التزام الجميع مسؤوليتنا جميعا نحن شركاء جميعا مواطنين ومقيمين في هذا البلد أن نجعل كل ما تم وضعه من خطوات ومن احترازات ومن إجراءات وقائية هي فعلا الآن نجعلها تصب في مصلحة أن يكون هذا البلد في حالة حماية أقصى ما يمكن من الإصابة بانتشارات أو لا قدر الله تفشيات من هذا الفيروس كيف نفعل ذلك؟ الأهم والأبرز أن نقوم أولا بأن نكون في أقل حالة من التحركات والتنقلات وأن نبقى في المنازل قدر الإمكان أطول الأوقات الممكنة ثانيا أن نبتعد عن التجمعات كل ما تم إجراءه من خطوات ليست تأتي عبثا وإنما الهدف منها فعلا أن نبتعد عن التجمعات